وفات خمسة أطفال وإصابة 14 آخرين في عمان إليكم تفاصيل الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد وردنا خبر عاجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الناطق الإعلامي في مدرية الأمن أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مدرية دفاع مدنية غرب عمان تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهر لمركب الديانة بمنطقة نبع البحاس ونتج عنه وفات خمسة أطفال وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح وردود في مختلف أنحاء الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى مدينة الحسينة الطبية ووصفت حالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة وتم فتح تحقيق مرورين بالحادثة إن لله وإن إليه الراجعون اللهم ارزق أهلهم وزويهم الصبر والسلوين اللهم مش كل مريض منهم